أنا الطالب محمد الحارثي طالب منتقل للصف الثالث ثانوي طالب في برنامج موهبة الإثرائي البحثي المقام في جامعة ملك سعود للنانو التكنولوجي والمتيري الساين أنا طبعا سجلت في اختبار مقياس موهبة اللي يحلني العديد من البرامج استفدت منه في تسجيل في هذا البرنامج الاختبار يحلك للعديد من البرامج اللي ممكن تساعدك تطور مسواكل أكاديمي تسجيل في اختبار مقياس موهبة مكني من السجيل في العديد من مرامج وفتح لي أبواب عديدة من ضمنها البرنامج المقام في جامعة الملك السعود للنانو تكنولوجي ومتيار الساينس أحد البرامج أيضا مفيدة جدا اللي تمكنت من السجيل فيها من خلال اختبار مقياس موهبة هو برنامج فصول موهبة اللي يمكنني أن يشارك فرصة مع أميز الطلاب الموجودين في المملكة العربية السعودية اللي يعتبرون في مستوى علمي راقي في أحد المدارس اللي مختار بعناية من قبل مؤسس موهبة في البرنامج المقام في جامعة الملك السعود استفدنا على العديد من الأشياء اللي قدمتها لنا الجامعة من ناحية اللاب سيفتي الأمان تعلمنا العديد من ريسيرش أرتكل كيف تكتب ريسيرش أرتكل خاص فيك تعلمنا على الإثيكس تعلمنا على أخلاقيات كثيرة مسؤولة بالبحث العلمي ومسؤولة بالتعامل مع العلماء والأشخاص اللي يشتغلون في اللاب رسالتي للطلاب الراغبين بالتقديم في برامج موهبة استغلال الوقت بالتسجيل في البرامج اللي ممكن تفتح لك أبواب أو آفاق ما كنتم توقعها برنامج ممكن يأثر في مسيرتك الأكاديمية وبرنامج مقدم من موهبة ومقدم بالشراكة مع جامعة الملك السعود يضيف لك الكثير في حياتك ويضيف لك الكثير من معلوماتك في نهاية أشكر المواسطة الموهبة على إقامة برنامج إثرائي مفيد جدا وأود أن أشكر المدرسين والأساتذة والدكاتر القائمين على البرنامج وكما أشكر جملاي الطلاب المشاركين في البرنامج على استغلالهم ومبادرتهم في استغلال هذه الفرصة اشتركوا في القناة